اشتركوا في القناة ان يجب ان يحدث كذا ونتوقع ان يكون اذا نظريتنا اذا نموذجنا صحيح يحدث كذا في الطبيعة فنأتي ونجرب ونجد ان اه نعم الطبيعة فعلا فيها هذه الظاهرة هذا المفعول ونستفيد منه او يؤكد لنا او كذا او كذا اليوم حبيت اعطيكم يعني فعلا من باب الفهم تاريخ العلوم كيف يحدث وايضا من باب الطرافة احيانا بعض الاكتشافات المهمة جدا في تاريخ العلوم والتي حدثت بالصدفة او الاكتشاف منذ بالضبط 250 سنة كان على يد العالم البريطاني بريستلي سنة 1974 كان يجري بعض التجارب على المواد من حيث الاحتراق الى ذلك الحين كان يعتقد العلماء ان الاحتراق عندما يحدث لمادة ما نشعل فيها النار فانها تطلق عنصرا او غازا او مادة تسمى الفلوجستون الان لم يعد احد يعرف هذه الكلمة بما يبين ان فعلا تسارعت التطورات ولكن بريستلي انتبه ان هناك شيء غريب يحدث ان هذا الاحتراق ينتج غازا رأى وكذا بالعدسة المكبرة رأى ان مادة ما عندما احرقها تطلق غازا ولكن الجدير بالامر ان هذا الغاز هذا اذا اعطيته او تركته ينتشر حول فئران فان الفئران هذه ستعيش بمدة اطوال ستتنفس افضل فانتبه ان هناك غاز او شيء يحدث لم يعرف ما هو بالضبط في تقريبا نفس الفترة بل قبله قليلا بسنتين كان عالم سويدي يدعى الشيلة ايضا قام بتجارب مشابهة وانتبه ان هناك غاز يبدو جديدا وان لم يكونوا يعرفون ما هذا الغاز وما هي مواصفاته هو عنصر كيميائي جديد الى ان جاء انتوان لافوازي انتوان لافوازي هذا العالم الفرنسي العظيم سأتي اليه في الحلقة القادمة هو الذي فعلا يعني قفز بالكيميا قفزة نوعية وفهم حينها مباشرة وان كان لم يكن هو الذي قام بهذا الاكتشاف اكتشف او انتبه ان لدينا عنصر كيميائي جديد هو الذي سماه اكسجين وقال ليس هناك شيء اسمه الفلونجستون وتغير فعلا مجرى الكيميا بسبب هذا الاكتشاف الذي كان بالصدفة التمة اكتشاف اخر مهم جدا حدث ايضا بضعة سنوات بعد ذلك في مجال مختلف تماما في مجال علم الفلك وهو اكتشاف اول كوكب لا يرى بالعين المجردة وهو كوكب اورانوس كوكب اورانوس اكتشفه عالم فلكي بريطاني عظيم ايضا يدعى ويليام هرشل ويليام هرشل بنا مرصدان تليسكوب كبير قطره ثمانين سنتيمتر الى اخره وصار يرصد السماء والنجوم وانتبه الى ان هناك بقعة عارف انها ليست نجما في الاول اعتقد انها مذنب لماذا لانها ليست نقطة والنجوم لانها بعيدة جدا وان كانت كبيرة فانها حتى في التليسكوبات تبدو كنقطة فقال هذا مذنب ولكن عندما تتبعه بعد ليالي وجد حجمه وما صاره الى اخره وجد ان هذا لا يمكن ان يكون مذنبا هذا كوكب جديد وكانت اول مرة في تاريخ البشرية نكتشف كوكبا جديدا في المجموعة الشمسية في المنظومة الشمسية وطبعا بعد ذلك تلاها اكتشاف نابتون وبعد ذلك بلوتو الى اخر الاخير لكن الجديد بالامر ان هذا الكوكب اورانوس اكتشف بالصدفة المطلقة على خلاف ذلك الكوكب الموالي نابتون اكتشف بالتنبؤ هنا يعني يبين لنا ان عندنا طريقتين فعلا احيانا تحدثوا بالصدفة احيانا بالتنبؤ كيف حدث بالتنبؤ هكذا اضافة فقط ان بعض العلماء منهم ايربان لوفيري الفرنسي ومنهم جون ادمز البريطاني قاموا ببعض الحسابات انتبهوا الى ان نابتون بعد ان كان خلاص اكتشف وثبت عند العلماء بعد ذلك بحوالي خمسين سنة او اكثر وجدوا ان حركة هذه فيها شيء من اللانتظام ان هناك بعض التغيرات فيها فحسبوا ان هذه التغيرات لا بد ان تكون بسبب وجود كوكب اخر كبير الى حد ما بعد او ابعد من اورانوس وقالوا يجب ان يكون موجودا فقام لوفيري بالاتصال بعالم في المانيا مدير مرصد برلين حينها وقالوا في هذه المواقع هذه النقاط على هذه المسافة اتوقع ان يكون هناك كوكب بهذه المواصفات فيريد لو ترسب لنا هذه المناطق وفعلا تم الرصد وفعلا تم اكتشاف كوكب نابتون بالتنبؤ بالحسابات الرياضية والفلكية مهم جدا رائع ان لدينا طريقتان في الاكتشاف الحالة الثالثة القصة الثالثة في اكتشاف الاكتشافات بالصدفة هو اكتشاف الاشعة السينية الاشعة السينية اكتشفت سنة 1895 على يد الفيزيائي الالماني الكبير فيلهلم كونراد رونتغن هكذا اسمه حتى لفترة صارت تسمى اشعة رونتغن وان كان هو سماها الاشعة السينية اكس ري بمعنى انها هذه اشعة مجهولة كيف اكتشفها؟ كان لديه انبوب كاثود يعني الذي يطلقوا الكترونات حينها لم يكنوا يعرفون الالكترونات فكانوا يسمونها الاشعة الكاثودية فهذه الاشعة الكاثودية عندما تنطلق كان معروف انها تنتج لنا اشعة ضوئية عندما تصطدم بالزجاج بالانبوب داخل الانبوب لأسباب مختلفة ليس هنا مجال شرح كيف هذه الالكترونات هذه الاشعة كما كانوا يقولون تنتج لنا يعني اشعة ضوئية اضوء مرئي ولكن انتبه رونتغن ان لدي شاشة بعيدة ليست في نفس الاتجاه وعندما اطلق انا التيار في هذا الكاثود يعني تظهر عندي اشعة تظهر عندي هنا اشعاعات في هذه الشاشة هنا وان كانت ليست في نفس المجال فقال ما الذي يحدث جاء وفكر اني خليني اغطي انا هذا الانبوب غطاه بيعني اه بورق مقوى اسود يغلق عليه لا يخرج منه اي ضوء ومع ذلك كانت تحدث هذه الاشعة بل حتى عندما يضع احيانا بعض الاجسام وفي القصة الشهيرة وضع يده هكذا ورأى على الشاشة ان عظام يده اه صارت تظهر على الشاشة وقال هناك الشيعة سينية سينية بمعنى اكس مجهولة لا اعرف ما هي اعرفنا فيما بعد انها الشيعة كهرومغناطيسية اه ذات اه اطوال موجات قصيرة طاقة عالية وكانت فعلا قفزة عظيمة جدا في الفيزياء وفي الطب لانها تسمح لنا بالكشف عما يوجد داخل الجسم دون ان نفتح الجسم او نجرح عليه الى اخره اه فكانت قفزة وحصل على جائزة نوبل سنة الف وتسعمائة واحد يعني بضعة سنوات بعد الاكتشاف اول جائزة نوبل في الفيزياء قدمت على هذا الاكتشاف وفعلا يستحق هذا التكريم وان كان الاكتشاف بالصفة المطلقة القصة الرابعة هي اكتشاف النشاط الاشعاعي وهو اشعاع الان من النواة من النواة من نواة الذرة حدث ايضا في تقريبا نفس السنوات على يد الفرنسي هنري او انغي بكرال هكذا يسمى الذي كان يدرس النشاط الفوسفوري النشاط الفوسفوري وعندما نسلط ضوءا على مادة تمتص هذا الضوء ثم تطلقه تدريجيا شوية شوية هكذا الذي نطعه في الغرف للاطفال في الليل عندما نشعل الضوء فهذه المواد نجعلها في اشكال مختلفة نجوم قمر الاخري في غرف الاطفال يحبون هذا فعندما نطفئ الضوء تصير هي تشع هكذا تدريجيا لدقائق واحيانا لفترات اطول هذا ما يسمى الاشعاع الفوسفوري وكان يستخدم املاح اليورانيوم بكرال فاملاح اليورانيوم اكتشف بعد فترة انه حتى اذا لم يصلت عليها اي ضوء ضوء شمسي او ضوء اصطناعي يعني يأتي اليها بعض فترة ويجدها انها تشع هذي من وين تشع هذي كيف يعني خرج من اين جاءها هذا الهذي الطاقة هذا الضوء وانتبهوا ان هناك اشعاع من نوع جديد الان مختلف مثل الاشعاع السينية ولكن هي اشعاع في الحقيقة هي اشعاع غاما وهي اشعاع مختلفة نووية الاخرية وكان فعلا قفزة عظيمة جدا خرق لاننا صارنا صارنا نفهم ان هناك اشعاع تحدث في نواتي الذرة وهي اشعاع مختلفة ذات طاقات اعلى اطوال موجات اصغر وكان ذلك ايضا بالصدفة المطلقة عظيم جدا القصة الخامسة هي اكتشاف الموصلية الفائقة سنة الف وتسعمائة واحداش على يد الهولندي هايك كاميرلينغ اونس اونس كان اه توصل الى يعني قفزة تكنولوجية لم يقوم باي اكتشاف بعد وانما تمكن من تخفيدي صار يستطيع ان يخفض درجة الحرارة للمواد تخفيضا هائلا الى ما نسميه الان يعني درجات كيلفين حوالي اربعة درجات كيلفين يعني ميتين وتسعة وستين درجات تحت الصفر صار يستطيع ان ينزل درجة الحرارة الى هذه المستوى طيب وبعدين معنى هذا انه صار بمقدوره ان يجعل الهيليوم الذي هو غاز ان يجعله سائلا طيب ولانه الان صار سائلا فصار الان يستطيع ان اه يضع عدة مواد على درجات حرارة منخفضة جدا منها في حالته هو اه كاميرلينج اونس اه الزئبق فعندما وضع الزئبق عند هذه الدرجة الحرارة المنخفضة جدا اكتشف او انتبه الى ان التوصيلية صارت فائقة جدا بمعنى ان المقاومة الكهربائية نزلت الى الصفر صار هذا التيار ينتشر او اه يسير في هذه المادة بدون مقاومة بتوصيلية فائقة جدا وكانت يعني فعلا ظاهرة جديدة عظيمة وتطلب الامر عشرين ثلاثين سنة الى ان يفهم الفيزيائيون كيف يحدث هذا كيف يمكن لمادة ما ان توصل التيار الكهربائي او تنقل التيار الكهربائي بمقاومة صفر بتوصيلية فائقة بعدين صارت القصة يعني هل ممكن ان نصل بتوصيل الفائقة الى درجة حرارة اقرب الى درجة حرارة الغرفة كما نسميها لم نصل بعد الى هذا الان ما زلنا عند درجة حرارة عشرات الدرجات تحت الصفر والحلم الكبير هو ان نصل بالتوصيلية الفائقة هذه الى درجة حرارة الغرفة وحينها ننتهي من المقاومة المقاومة الكهربائية وتصير الطاقة عندنا الطاقة الكهربائية تنتشر بسهولة اكبر لا نخسر طاقة وتطبيقات عظيمة جدا القصة السادسة هي سنة الف وتسعمائة وثمانية وعشرين مع اكتشاف البنسلين اكتشاف البنسلين لا احتاج ان اذكرها لكم كثيرا من المعلومات عنه لاني ذكرته عدة مرات في هذه السلسلة حول تاريخ العلوم ذكرته عند اهم محطات اه تاريخ علم الاحياء اه ذكرته اكتشاف البنسلين عند اهم محطات تاريخ الطب الى اخر الى اخره لماذا لانه فعلا حدث بشكل صدف بصدفة مطلقة وغير لنا الاحياء والطيب ما الذي حدث هكذا باختصار لمن لمشاهد تلك الحلقات ان الكساندر فلمينج العالم الاسكتلندي الكبير الطبيب كان في لندن ويوما ما وضع بكتيريا كان يدرسها في اه يعني اه طبق او صفيحة صغيرة هكذا وتركها بالصدفة وآآ عندما ذهب لاجازة ونسي ان يخزنها عندما عاد وجد فيها شيء من ما نسميه بالعربية العفن يعني موغدا كذا ولكن المهم من هذا وهذه طبعا تأتي من الطبيعة من ما يحدث حولنا الاخير لكن اكتشف ناحظ ان حول هذا العفن البكتيريا هذه ماتت معنى انه في شيء طبيعي يقتل البكتيريا كذا بسهولة فجاء الى هذه المادة حللها وجدها ان فيها مادة طبيعية هذه التي منها جاء جاءت كلمة وحينها صارت القصة انه كيف الان يمكن لنا ان نستخرج هذه المادة ونقدمها للمرضى خاصة عندما تحدث عندنا جروح وحين كانت يعني الحروب منتشرة الى اخر الى اخر وشكلت اساس ما نسميه الان المغادات الحيوية وهي قفزة عملاقة في الاحياء وفي الطب القصة الثالثة هو اكتشاف نيوترون ربما يفكر الناس ان نيوترون مع البروتون معروف من فترة والفيزيائيون لديهم طرق الى اخره اكتشف جيمس شادويك العالم الفيزيائي البريطاني سنة الف وتعمائة واثنين وثلاثين النيوترون شبه الصدفة هذا الشبه الصدفة لانهم كانوا انتبهوا انه عندما نقذف جسيمات صغيرة مثل البروتونات او مثل الالفا 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 هي نواة الهيليوم سهلة جدا فهذه اذا قذفنا بها قذفناها على مواد اخرى في هذه الحالة كان البريليوم فاذا قذفناها فتتطاير بعض الجسيمات هكذا وانتبهوا الى ان ما يتطاير هو اه بعض الجسيمات التي يعني ليست مشحونة ولكن في نفس الوقت اه عندها كتلة اه في هناك اشياء غريبة تحدث عندما نقوم بهذه التفاعلات النووية وعندما دققت شادويك في كيف نقوم بالتجربة كيف نفصل البروتونات من هنا الالفا من هنا ثم هذه الجسيمات وجد انها غير مشحونة وان كتلتها شبه مساوية يعني بفرق قليل جدا مع كتل البروتونات فسمها نوترونات مثل البروتونات ولكن نوترون بانها اه محايدة نوترول با اه كانت يعني قفزة عظيمة جدا لانه النوى نواة كل الذرات متشكلة من بروتونات ونوترونات فهذه ابجديات اننا نبدأ نفهم اه نواة كل الذرات وحاز بذلك على جائزة نوبل في خلال سنتين ثلاثة سنة الف وتسعمائة او خمسة وثلاثين لانه فعلا مساهمة عظيمة جدا ولكن كانت شبه الصدفة لانه كان يقوم بتجارب ولاحظة ان هناك اشياء غريبة وعندما حللها بشكل دقيق توصل الى النتيجة القصة الثامنة ربما هي القصة الاطرف في القصة في العملية وهي ليست اكتشاف علمي وانما هي كأنه اختراع بالصدفة هو اختراع فرن المايكرويف لكن اردت ان اضيفها هنا كأنه اكتشاف لانه في العادة اختراع انا افكر واصمم واضعه فنسميه اختراع ابتكار ولكن اكتشاف عندما هو شيء موجود ووجدته هكذا بالصدفة او بالتنبؤ في هذه الحالة هي تقنية هو جهاز ولكن انا اكتشفت هو كذا بالصدفة فهو لا هو اختراع ولا هو اكتشاف هو بين وبين متى حدث هذا حدث سنة الف وتسعمائة او خمسة واربعين على يد المهندس الامريكي بيرسي سبانسر سبانسر هذا كان يعمل على الماقل الماقنيترون هكذا يسمى ماقنيترون ما هو هذا الجهاز هذا الجهاز يطلق اه اشعة مايكرو موجية اللي هو مثل اللي عندنا احنا الان في بيوتنا المايكرو ويف او المايكرو اه الجهاز المايكرو موجي الذي يطلق هذه الاشعة تدخل ما معنا كان موجود لا اكان هذا يستخدم للرادار كانت حينها كلها هذه دراسات لاجهزة الرادار كيف نطلق هذه الاشعة التي تصل الى مكان وتعود تنعكس فاعرف ان هناك طائرة او ان هناك سيارة او ما الذي يحدث فهذه كانت دراسات الرادار لكن اكتشف يوما ما كذا بالصدفة انه كانت في جيبه قطعة من الشوكولاتة فهو بجنب الماقنيترون هذا اكتشف ان قطعة الشوكولاتة هذه ذابت فنظر الى هذه لماذا ذابت قال هناك اشعة هناك حرارة شي في جاي شي جاي من هذا الجهاز الماقنيترون الذي يطلقه هذه الاشعة المايكرو موجية فقال خليني اعمل تجارب شوية الان فجاء بالفشار اللي هو البوبكورن وضعه جنب الماقنيترون هذا تقطق 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 فصر يفرقع هكذا اوه معنى انه في شي جاء ببيضة حطها هكذا الا انفجرت هذه البيضة لانه كمية الطاقة والحرارة التي تسلطت عليها كانت اقوى مما تتحمل فانفجرت فاعرف انه هناك عندي هنا تقنية للتسخين فرن او حتى للطبخة للطهو هذه. ممكن هذا حط فيها اي طبق وخليها وصلت عليها هذه المايكرو المايكرو ويف المايكرو موجات ويتزيد من درجة الحرارة تتسخنها او تطبخها اه تماما. حينها بدأوا يدرسون كيف يتم هذا? ما الذي يحدث? ما الذي تفعله هذه الموجات? وجدوا ان هذه الموجات تدخلوا على جزئة الماء. اي جسم عندك انت فيه شيء من الماء سواء كان ماء سائل او ماء مجمد او اي شيء. ها الى جزئة الماء فتعملها اهتزاز. هذه الاشعة المايكرو موجية تدخلوا على جزئة الماء في اي مادة. احنا في هذه الحالة مادة مأكلة نريد ان اكلها. فتعملها الاهتزاز هكذا. فلما تعملها هذه الاهتزاز ترتفع درجة حرارتها من الداخل ومن الخارج. فصار عندي اما طبخ او تسخين او ما فعلا اكتشاف يعني او اختراع الرائع جدا لانه اه تم تسويقه بعد ذلك في بضعة سنوات يعني مع اواخر الاربعينيات تم تسويقه صار موجودا في البيوت. الان معظم بيوتنا عندنا فيها تسخين سريع جدا في ثلاثين ثانية او في دقيقة وسخين شيء رائع جدا. ايضا مع الاشعة المايكرو موجية اكتشاف تاسع عظيم جدا حدث بالصدفة. ما هو? هو ما يسمى الخلفية المايكرو موجية الكونية. ما هذا? هذه خلفية اشعاعية موجودة في الكون كله في كل الاتجاهات في كل مكان تعود الى بدايات الكون بعد الانفجار العظيم بحوالي ثلاثمائة وثمانين الف سنة. يعني بعد الانفجار العظيم بعدما بدأت تتشكل الذرات انطلقت هذه الاشعة. حين هذه الاشعة كانت من المستوى حتى ما فوق البنفسجي. يعني ما كانت موجية ذات اطوال موجية طويلة الى قرية. ولكن عندما انتشرت في الكون وما توسع الكون وحسب علماء الكونيات ان هذا الاشعاع الاصلي لهو الحرارة الكبيرة التي كانت موجودة في الكون حينها عندما انتشرت هكذا وتوزعت في الكون انخفضت وصارت على مستوى المايكرو موجي الان درجة حرارتها اثنين فاصل سبعة كيلفين يعني نازلة ولكن منتشرة في جميع الكون. طيب كيف اكتشفناها هذه? كان هناك عالمان امريكيان حاز على جائزة نوبل فيما بعد صاروا مشهورين جدا ارنو بانزياس وروبرت ويلسون كانوا يقومون بدراسات راديوية على ما يأتي من المجراتنا. فكان عندهم طبق راديوي تيليسكوب راديوي يوجه هناه الى اتجاهات المجرة فوجدوا انه عندهم يعني خلفية ضوطائية يعني مثل ما مثلا انا جالس الان وفي خلفية شوية هكذا صوتية في في الغرفة بسبب الاجهزة المنتشرة بسبب اه يعني اجهزة التبريد الاخر الاخر فهم وجدوا ان عندي خلفية راديوية موجودة ما عرفوا من اين جاية فحاولوا طيب ممكن الاجهزة هذي تطلق لا مش هذي حتى في القصة الشائرة ان كان عندهم حمام انتبهوا ان هناك حمام يأتي يحط على الطبق الراديو هذا وقالوا ربما يعني الاوساخ التي يخلفها الحمام يلا ننظف كل شيء ما ممكن هذة طالت لا مش الحمام والمسؤول وبعد فترة اكتشفوا ان هذا الاشعاع جاي من كل الاتجاهات وعندما اتصلوا بعلماء الفيزياء والفلك قالوا لهم لا لا عندنا في اشعاع هذا متنبأ به متنبأ به في نظرية الانفجار العظيم ولكن لا احد يعني كشف عنه او رصده وفعلا قال عندما يعني واصلوا الدراسة بطريقة منهجية الى اخره وجدوا انها موجودة فعلا وحصل الرجلان على جائزة نوبل بعد ذلك بتلطاشر سنة سنة تلف وتسعمائة وتمانية وسبعين وكان اكتشافا عظيما وان كان شبه شبه الصدفة عندما اه حدث ذلك الاكتشاف العاشر والاخير الذي ايضا حدث بالصدفة وهو اكتشاف البولصرات اكتشاف ايضا طريف وايضا الراديوي وعلى يد امرأة هذه الامرأة هي كانت طالب الدكتورة اه جوسلين بيل جوسلين بيل بيرنال فيما بعد عندما تزوجت المهم جوسلين بيل هذه الطالبة البريطانية التي كانت تدرس الكوازرات وهي مجرات شابة بعيدة في اطراف الكون كانت حينها اكتشفت لقبل بضعة سنوات فقط هذا الكلام سنة الف وتسعمائة وسبعة وستين فكانت هي والمشرف عليها في اطروحة الدكتورة انتوني هيويش الذي فيما بعد حصل على جائزة نوبل وهي لم تحصل على جائزة نوبل والكثير من الناس يعتبرون ان هذا ظلم كان ظلما انه هي التي اكتشفت هذه الاصدارات هذه التسجيلات هذه البيانات هذه الاشارات التي تأتي من النقاط معينة في الاول لم يكنوا يعرفون من اين تأتي ثم اكتشفوا انها جاية من المجرة ثم اكتشفوا انها هي نقاط نجوم نوترونية ميتة في الاول للطرافة كانوا لان البولسرات هذه الاشارة كانت اشارة دورية تأتي اه يعني كل الان عندنا بعض منها تأتي كل جزء من الثانية كل جزء من المئة او جزء من الالف من الثانية لكن اتشاف الاول كان كل ثانية وثلث فكل ثانية وثلث يأتيني بلس نبض هذا لذلك هذه النجوم تسمى او الاشارات النبضية هكذا فعندما وجدوا ان وهذه لاول مرة نجد في الفلك اي اشارات او اي تسجيلات ليست متواصلة يعني نبضية هكذا فقالوا مدامة نبضية في الاول يعني شبه مسحا قالوا ربما تأتينا من اجناس عاقلة ربما فيها معلومات او يحاولون التواصل معنا مثل المورس كود يعني مثل الكود هكذا المهم بعد تحليلات طويلة الى اخره اخذت عدة شهور اكتشفوا ان الامر طبيعي وانها هي نجوم نوترونية تدور حول نفسها بسرعة عظيمة جدا ولكن عندها محور مائل فهي تدور وهكذا وعندما تأتي في اتجاهنا تطلق اشعة راديوية بعد ذلك اكتشفنا انها تطلق اشعة سينية في نفس الوقت وانها نتيجة انهيار وموت نجوم كبيرة وكان فعلا فتح النافذة كبيرة في الدراسات دراسات النجوم وموت النجوم والنجوم النيوترونية وغير ذلك في فيزيال فالك اكتشاف ولا اروع اه ادى فيما بعد بعد حوالي عشرين سنة الى حصول اه انثني هيوش على جائزة نوبل هو والشخص اخر ولكن جوصلين بال دخلت التاريخ وان لم تكن حصلت على جائزة نوبل المهم اردت ان اعطي اعطيكم فكرة طريفة عن بعض الاكتشافات التي تحدث بالصدفة وان كان احيانا بعض الاكتشافات تحدث بالتنبؤ نحن نعتقد انه يجب ان يكون كذا فعندما نذهب ونتحقق نجدونا ذلك حادث فعلا ولكن تاريخ العلوم شيق جدا شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم